أما هنا فالحركة سريعة دون الشدة ولذلك نتركه كما هو الحرف السادس حرف الفاء متحرك بالكسرة إف كسرة مد قصير وسريع في 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 الحرف السابع إب شدة كسرة هنا نشد ونكسر بي 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 ونقوم بحصره ووضع الدائرة حوله لأنه مشدد بالشدة الحرف الثامن حرف الباء إب عدمة بو مد قصير وحركة سريعة بو بو نتركه كما هو لعدم وجود الشدة نأتي إلى التدريب الثالث أضع دائرة حول الحرف المشدد في الكلمات وهنا يجب علينا أن نقوم بتهجئة وقراءة الكلمة ثم البحث عن الحرف المشدد وحصره حسب موقعه في الكلمة يا أول فنبدأ مو حم مو حم مو حم مو حم دن مو حم ماد مو حم ماد مو حم ماد هنا ننظر ونتأمل فنلاحظ وجود الشدة المتحركة بالفتحة على حرف الميم فنقوم بحصره فقط من الكلمة التامة ننتقل إلى الكلمة الثانية ونلاحظ وجود مقطع وهنا علينا تهجئته متصلا وليس منفصلا في التهجئة والقراءة بحرن 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 ننظر نتأمل يا للخسارة كلمة بحرن لا تتميز بوجود الحرف المشدد نتركها كما هي نأتي إلى الكلمة الثالثة رافون نشد رافون نشد هنا الشدة متحركة بتنوين الضم وليست الضم فقط رافون رافون نبحث نتأمل ننظر فنلاحظ وجود الفاء مشدد فنضع حوله دائرة نأتي إلى الكلمة الرابعة وكما تعلمنا وجود المقطع يعني قراءته متواصلا وليس منفصلا عند التهجئة والقراءة حر فن حرف 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 انظر عزيز الطالب تمعا يا للخسارة لنترك هذه الكلمة لعدم وجود الحرف المشدد فيها نأتي إلى الكلمة الخامسة علي 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 هذه الكلمة هي اسم للمذكر أحسنت يا علي لأنك تتضمن الشدة في حرفك الأخير فنقوم بوضع الدائرة حول الياء المشدد والمتحرك بتنوين الضم الكلمة السادسة يَعُّ يَعُدُّ يَعُدُّ نشد يَعُدُّ يَعُدُّ نتأمل فنلاحظ وجود الشدة المتحركة بالضمة وضعت فوق الحرف الأخير في الكلمة ونقوم بحصره ووضع دائرة الآن نأتي إلى التدريب الرابع أضع دائرة حول الكلمات المشددة هنا نلاحظ الفرق في التدريب السابق تم تمييز الحرف المشدد في الكلمة لكن في هذا التدريب نبحث عن الكلمة ونقوم بحصرها كاملة الكلمة الأولى دائما علينا التهجئة أولا والقراءة ثانيا ثم يتم تحديد المطلوب حسب السؤال أُنَ أُنَ ذي أُنَظِّ أُنَظِّ أُنَظِّف أُنَظِّفُ إذن كلمة أُنَظِّفُ نتأمل فنلاحظ وجود الشدة المتحركة بالكسرة للحرف ضاء فنقوم بحصر الكلمة كاملة نأتي إلى الكلمة الثانية شادي شادي يَ شادي شادي هي بنت إذن شادي شادي